اشتركوا في القناة بالفعل لمة رجالها اللي حصل امبارع في برج العرب هي لمة رجالها بكل معاني الكلمة انت عندك كلام كتير انت كنت هناك وشاهد عيان مش عيان وحتحكي لنا بالتفصيل من اول لحد ما عيط لحد ما فرحت لحظات ابكت فيها كل المصريين لحظات ابكت مصر بجد لحظات عاشتها مصر بكل جوارحها بكل احساسها بكل لهفتها بكل رغبتها وربنا كتبها الف مبروك للشعب المصري الف مبروك تأهل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا 2018 بعد غياب ست دورات كاملة 28 سنة باشواندس والكرة المصرية عزيزة عليها يعني تاني مرة اختصرنا المدة للنص بالزبط بالنص بالزبط 28 فبإذن الله يعني المرة الجاية من نصص برضا لا 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 14 يعني ما انت خلي بالك انت اللي ما بتقوله 14 يعني دورتين او تلاتة لا احنا بإذن الله بإذن الله السجيل ده صغير في السن ده معناه ايه عند اكتمال الخبرة واكتساب الخبرات هو مؤهل اكتر في الدورة القادمة بإذن الله عجبني كلام محمد صلاح انبالح لقناة اون سبورت لما قال انا احنا بنبدأ تاريخ جديد وكل هدفنا انه كاس العالم ما بقاش عزيز بعد كده ما بقاش التقاهل الصعب قوي كده سيد إبراهيم قال ان احنا روحنا كاس العالم عشان نروح كل مرة ما فيش منطق احنا تلات اربع مرات واحنا بنبلع الفرحة بنردها يعني ده تلات مرات مش ممكن يعني الكرة بتاع البركات واحنا اتنين صفر الكاس العالم الماضي اللي ودتنا الخرطوب وعلى فكرة ولو كان التحاد الدولي بيحسبها الجن خارج الارض زي ما هم معتاد بهدفين كنتنا برضو تأهلنا بالاتنين صفر ولكن حظنا ان احنا يعني التأهل في الكاس الأمم الأفريقية يبقى ضدنا بفريق الاهدار وفي كاس العالم يبقى ضدنا بالموجات يعني الحزبة كانت ضدنا على طول الكابتن الوحش وضربة الجزاء اللي ضعت من جمال عبد الحميد كانت تدخلنا طوبة بتاعة زنبابوي طوبة بتاعة زنبابوي كسبنا للتصحيح لانه حتى الكابتن جمال عبد الحميد مكانش فاين قالك الطوبة كنا خلاص راحين لا ما كناش راحين كنا حلعب الكاميرا حلعب الكاميرا لكن أقصتنا صحية صحية وحاجات كتير ولا يباريا وغيره جور جوية لما شاور لا يباريا حد يقول نخسر من لايباريا صحية وإحنا في أجيل ما علينا يعني إحنا اقتربنا كثيرا من كأس العالم ولكن هذه المرة والله وعملوها الرجالة وعملوها في ظروف من الهرتلة والرغي وعدم الرضا حاجة غريبة جدا يا أخي إنك تبقى محاقة كل هذا ولكن ساعة ما بتحصل بتعمل إيه الفرحة العرمة والانفجار ما فيش غير الكرة يعمل هذه الحالة ولذلك الشيء بالشيء يذكر بقى النادي الآلي قد تقدمه عن طريق المواسط محمود طاهر بطلب إن العشرين ألف الموافق عليهم يبقوا ستين ألف وأرجو أن يكون فيه اتجاه للموافقة بس الاتجاه يعني يتم بدري شوية ليه عشان ده فيه إجراءات كتير إحنا بنحط على السيستم عايزيني العشرين ألف اللي تحطوا على السيستم يبقوا أربعين ألف على السيستم هلنقشها بالتأكيد هلنقشها في حينها هلنقش لكن أنا بقول لك لم نشهد من سنة التسعين فرحة حركت الطوب مرة حركت الطوب استنوا هس العظيم عاد الإمام وكان لسه يعني ما تشدش في الكرة واخدناها ماتش للأهلي فهو إحنا راجعين بتعدي على الطرب كده فهو إحنا راجعين قال مين ما شجعش الأهلي الميتين طالعين يقولوا أهلي أهلي يبقى كل كسبانين عنوان العريض بتاع حلقة النهاردة اللي تحت منه هتلاقوا تفاصيل كبيرة كتيرة تليق بحدث استقبل لأجله وبسببه وعلى أضوائه السيد الرئيس الجمهورية بعثة المنتخب الوطني الرئيس عفتاح السيسي اليوم حرص على استقبال لعب المنتخب الوطني والجهاز الفني هنقهم على هذا الإنجاز الكبير شكرهم على إسعادهم للمصريين لأنه أنا ما أعتقدش أبدا إن في حاجة ممكن تفرح الشعب ده من جوه قوي كده قد كرة القدم كرة القدم من برحة جماعة أثبتت إنها مش بس السحرة المستديرة لا لا دي ملهمة الشعوب دي موحدة الشعوب دي جماعة الناس دي اللي ممكن تعمل كل حاجة في مشاعر البشر دي جماعة الدول العربية الحقيقية دي جماعة الدول صحيح وجماعة الشعوب وموحدة كل المشاعر اللي حصل مبارع في برج العرب حكاية كبيرة قوي كانت ختامها النهاردة استقبال رئيس الجمهورية لبعثة المنتخب تكريمه للعبين شكروا للجهاز الفني شكروا لهكتور كوبر نشوف رئيس الجمهورية واستقبال من أسعده الشعب المصري